القضايا فيها مد وجزر نعم يعني ربما نختلف في الفقه ربما نختلف في الاستدلال على العقائد ربما يعني في الأشعارة والماتوريدية ربما نختلف في المذاهب الفقهية ربما نختلف في المذاهب السلوكية حرك بتذكر الله بالطريقة الفلانية بتذكر الله بالطريقة الفلانية تتقرب إلى الله بالمنهج الفلاني ربما مد وجزر لكن في قضايا لا تحتمل المد والجزر قضايا سابتة قضية الوطن الله عليك لا فد فوق والله قضية الوطن هتروح فيها فين أصله لو ما فيش وطن يبقى لا حتذكر الله أيوه ولا حتعتقد اعتقاد سليم ولا حتعبد الله بمنهج فقه ولا حيكون لك قيمة في الحياة هتبقى ذرة لها يبقى لا فيه عبادة ولا رزق هتبقى عبادة أنه رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق رب يجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصلان لازم لا فيه بلد دكتور سيد دي عصى ينفى عمسك العصى من نص في قضايا الوطن لا دي قضية ثابتة أصله حضرتك الذي بلا وطن تافه على ضفاف مجرى الحياة لا قيمة له هيروح فين؟ هيصلي فين؟ كيف يأمن على نفسه وكيف يأمن على دينه وكيف يأمن على اعتقاده؟ محتاج وعاء محتاج وطن سيدنا عليك أن يقول أنا أعجب لمن قام من النوم ولم يجد قوت يومه كيف لا يشهر سيفه على الناس ده مجرد أنه عايش قلق ما لو عايش من غير صبح منهم عنده مشكلة فبقولك أنه عنده صبر يعني أرجاء عنده صبر ده رجل عظيم جدا 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 فالرجل اللي ما عندهش وطن أنت بتعذره بتعذره لأنه عنده اضطراب فكري والتراق يعني أصلا تب هل فيه إنسان ما عندهش وطن؟ ده سؤال برضو وجيه يعني مين ده اللي ما عندهش وطن؟ أخرج من وطن أو أخرج نفسه؟ لا أصلا أخرج نفسه ما يبقاش ما يبقاش طبيعي لا ما يبقى فيه مشكلة ليه ما فيه مشكلة لانه اصله انا لا يمكن اختلف مع بطني اختلف ازاي بلدي وانجارة علي عزيزاته لا مع حضرتك مفيش اختلاف خالص ده ممتنع ولا تستدل بالهجرة على ذلك الهجرة ده امر الهي لبلاغ دين لبلاغ دين انا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مخاصما مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا دعوة يعني انا بلاحظ الاية المولى سبحانه وتعالى بيقولك فيه ناس ما تستهلش الوطن بنص الاية ايه هي الاية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايدهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من ايه من الوطن من الوطن الارض هنا الوطن اصله جعل شوف يا سيدي طب نسيب الاية دي صنط كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام يعني جعل عقوبة زاجرة في الشريعة الاسلامية لمن وقع في فاحشة ان يبعد عن الوطن يعني دي اذا عاد حمد الله سبحانه وتعالى وانضبطت سلوكه يعني انت متخز عذاب لا يحس به الا من استلى بمتاعبه اعوذ بالله لا يشعر به الا من ذاقه فنعمة الوطن في مسألة انك تعيش امن في وطنك امن على حياتك مهما كانت المشاق يتبقى ايه المشاق يعني اصله الخروج من الوطن والاستلاء بنار عذاب غير الوطن لا يساوي شيء في جلوسك في الوطن امن على نفسك يعني محاولات التهجير اللي بيعملوها لاهلنا في غزة يعني محاولات دنيئة ولا تتصف ابدا باي نوع من النوع الانسانية وتتنافى مع حقوق الانسان